فتف أفاق مرحبا للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية بين مصر والبحرين هدفا تبنته القيادتان في البلدين ولسيما أن هناك فرصا واعدة بجميع المجالات في كل من القاهرة والمنامة يقدر حكم الاستثمارات البحرينية في مصر بما يناهز ثلاثة واثنين من عشر مليار دولار أمريكي تتوزع بين نحو مائتين وعشرين مشروعا كما بلغ حكم ميزان التبادل التجاري نحو ثمانمائة وسبعة عشر مليون دولار عام الفين وواحد وعشرين وما يزيد عن ستمائة وعشرين مليون دولار عام الفين واثنين وعشرين والذي شهد زيادة في الصادرات المصرية التي تجاوزت مائة وخمسة عشر مليون دولار أمريكي تنوعت بين بعض المعادن كالزينك والمتدات الزراعية والغذائية والمجوهرات والمطبوعات الورقية وغيرها الوردات المصرية من البحرين انخفضت لتصل إلى خمسمائة وخمسة ملايين دولار ترتزت أغلبها في الألومنيوم في الوقت الذي يعمل فيه البلدان على زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي ليتماشى مع تميز العلاقات السياسية والثقافية والاجتماعية تعاول البلدان بشكل كبير على الدفع بمشروعات التعاون الصناعي في إطار اتفاقية الشراكة التكاملية الصناعية من أجل تنمية مستدامة تضم كل من مصر والبحرين والإمارات والأردن والمغرب لتكون القاترة الرئيسية في تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي فضلا عن كونها نواة مهمة نحو تحقيق حلم التكامل العربي والاندماج الإقليمي